السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما اتكلم عنها احب اوضح لها احنا احنا اعرضنا فرص منح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا. ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع الصفر الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا. وهي فرص التطوع في فيتنام. وكانت شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. اللي التقديم والليبول فيه حصرية عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب ان اوي كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاو موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خليني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة حضور مؤتمر ممول بالكامل في المانيا. يبقى الفرصة اللي معانا النهاردة هي فرصة حضور مؤتمر. اه المدينة اللي هيكون فيها المؤتمر ده هي مدينة ميونيخ موجودة في دولة المانيا الجهة المانحة اللي مقدمة المؤتمر ده هي منحة اسمها نوفرتز تمام ده اسم المنحة ومقدمة من مؤسسة القمة في المانيا تمام فهو مؤتمر هيعتبر اه لحضور مؤتمر القمة في المانيا واسم المنحة دي اسمها نوفرتز طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة الدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي من غير وجود اي مشكلة خالص. طيب بالنسبة لمواضيع المؤتمر. المؤتمر ده هيتكلم عن ايه? الناس اللي هتحضر دي. يعني اه اه هيكون ايه موضوع المؤتمر وايه اللي هيستفادوا من المؤتمر. المؤتمر ده هيكون بصفة عامة هيتكلم عن الرعاية الصحية. وحل المشكلات المتعلقة بالرعاية الصحية. بما في ذلك الصحة النفسية من اجل عالم افضل واكثر صحية. لابقى هم عايزين نتكلم عن حل المشاكل الصحية اللي موجودة في العالم وازاي ان احنا ممكن اه نخلي يعني الصحة بشكل افضل عند الناس وازاي ممكن نزود الرعاية الصحية للبلاد النامية وما الى ذلك. تمام? وتوسيع نطاق الوصول الادوية والقضاء على الامراض وجعل الرعاية الصحية مستدامة في العالم النامي. يبقى اهداف المؤتمر هتكلم عن الصحة وازاي نحافظ على الصحة. تمام كده? طيب ده بالنسبة لمواضية المؤتمر. طيب بالنسبة حضرتك بقى للتمويل. ده كله التمويل اللي بتوفره المنحة. تمويل خرافي. ممتاز جدا. تمام? طيب انت حضرتك لما تحضر المؤتمر ده. المؤتمر ده هتكلف لك باي? اول حاجة الاقامة الفندقية خلال مدة المؤتمر. تمام? الاقامة الفندقية هتكون طوال مدة فانت مش تدفع اي تكاليف خالص. تزاكر الطيران للسفر من والى المانيا. تزاكر الطيران زهاب وعودة لحضور المؤتمر هتكون على حساب المنحة. انت مش هتدفع اي شيء خالص. اضافة سيتم تقديم تلات وجبات الافطار والغداء والعشاء. في تلات وجبات هتكون تبع الفندق هيتم تقديمها لك بالمجان. تمام? كمان النقل الداخلي بين الفندق ومكان انعقاد المؤتمر. هيكون في اه وسيرة نقل ما بين الفندق ومكان انعقاد المؤتمر. تمام كده? كمان هيتم توفير خطاب قبول. خطاب القبول ده هيكون مكتوب فيه كل حاجة بتشمل هلك المنحة. هيبعته هلك عن طريق الايميل. الخطاب ده هيكون فيه اه مساعدة ليك للزهاب للصفارة والحصول على التأشيرة لحضور المؤتمر. فانت مش محتاج ان يكون عندك حساب بنكي او اي تعقيدات هتحصل على التأشيرة لدخول المانيا بكل سهولة. اضافة كمان فرصة لمشاركة مبادرتك داخل منظمة يعني انت لو انت مسلا عايز يكون لك دور انك تتكلم مسلا في المؤتمر ممكن تشارك فيه عادي من غير مشكلة. كمان هيكون فيه برنامج ارشادي زي كده هيكون معاك موظفين من منظمة نوفرتس هيشاركوا اه معاك كل حاجة وهيساعدوك اذا احتاجت اي شيء. كمان هيكون فيه حضور غداء جماعي في غداء هيتم بشكل جماعي لكل المقبولين ولكل ستاف بتاع اه مؤسسة نوفرتس. اه هيتم حضور الغداء ده بشكل جماعي الكل هيشارك فيه. تمام? طيب كده بالنسبة للتمويل الخاص بالمؤتمر وازاي هيتم. طيب بالنسبة لشروط الانضمان في المؤتمر ده عندنا شرط مهم ولازم تلتزم به. يجب ان يكون عمره متقدم بين 18 سنة حتى 30 سنة. انت محتاج يكون سنك كده. المكسلم تلاتين والحد اللي قدنا يعني ما يقلش عن 18 سنة. ولكن هم في اخر الموقع الرسمي بعد شوية زي ما انا هوريكو. اه قالوا ملحوظة كده قالوا ان الاشخاص فوق سن التلاتين سنة يقدروا يقدمه ولكن نسبة قبولهم ضعيفة. يعني لو انت سنك فوق التلاتين سنة وعايز تقدم ممكن. ولكن قبولك يعني مش بشكل كبير يعني مسلا هيبقى نسبته ضعيفة ممكن يقبلوك وممكن لا. يعني اصلا لو انت شخص عند فوق التلاتين سنة بس عندك مؤهلات قوية جدا. ممكن هم ما يتقاضوا عن السن وياخدوك على حسب المؤهلات اللي عندك. ولكن انت مسلا لو شخص يعني عندك تلاتين سنة عندك مسلا فوق التلاتين سنة بس انت مؤهلاتك ضعيفة. ما عندكش آآ مميزات كتير. فبالتالي يعني من الافضل انك ما تقدمش لان هتكون نسبة قبولك ضعيفة جدا يعني شبه المنعدمة. تمام? فده بالنسبة لشروط الانضمام. طيب هنا عندنا ملاحظة هذه المنحة لا تحتاج اي شهادة لغة عندك تقديم. مش مطلوب منك لا توفر شهادة لغة المانية وللغة انجليزية. مش مطلوب منك توفر اي شهادة لغة. تمام? ولكن انت يعني يجب انك يكون عندك معرفة بسيطة باللغة الانجليزية لو انت مبتعرفش انجليزي. يعني لازم يكون عندك شوية عشان بس تعرف تتواصل مع الناس هناك. يبقى لازم يكون معاك محصلة من اللغة الانجليزية الى حد ما. كمان هذه المنحة متاحة للجميع من طلاب وخار يجيه من اي مرحلة دراسية. يعني لو انت بتدرس اي تخصص اه انت طالب دلوقتي في مرحلة جمعية انت متخرج او بتشتغل حاليا تقدر تقدم للفرصة دي ما فيش اي شرط للمرحلة الدراسية خالص او اه للتخصص. تمام كده? طيب هنا عندنا مدة المؤتمر ده ايه? مدة المؤتمر ده حوالي اسبوع. تمام? هيبدأ المؤتمر ده من يوم تلاتة وعشرين حتى يوم ستة وعشرين. طب هتقول ليه طب ازاي اسبوع? ما هو اسبوع? نظرا ان طبعا تحضيرك للسفر. السفر نفسه. نظرا لاستقبالك لازم انت يعني المؤتمر هيكون مدته كده تلات ايام. ولكن في تحضيرات هتتعمل قبل المؤتمر في حوالي مدة المؤتمر بشكل عام هتكون حوالي اسبوع. تمام كده? طيب بالنسبة اخر موعد للتقديم للفرصة دي. انت اخر معاد عشان اقدم للفرصة دي هو خمسة وعشرين سبتمبر الفين وعشرين. ده اخر موعد عشان تقدم لهذه الفرصة. طيب عندنا كمان ملحوظة انا نسيت اكتبها لكم. وهي اننا قناة منح من كل الالوان. بنتيح حملية التقديم لاي فرصة امنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصة هتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ممكن تم للاستمارة وهيتم التواصل معك في قرب وقت وان شاء الله مساعدتك في التقديم بشكل احترافي لهذه المنحة. طيب خلينينا هنا نبص على الاعلان الرسمي للمنحة. اللي فيه كل التفاصيل ان انا قلتها. تعالى نضغط على الاعلان الرسمي. هيفتح معنا آآ بالشكل ده. تمام? دي مؤسسة اهي اللي انا اتكلمت عليها. هنا شرح للموقع يعني التفاصيل اللي هتشملها اللي هتشملها المؤتمر ده. كل التفاصيل تم ذكرها هنا. وايلي لك ان هو العمر من تمنتاشر لحد تلاتين سنة. كل الدول متاحة للتقديم ما فيش اي مشكلة خالص. اخر معهم للتقديم خمسة واشرين سبتمبر. وكاتبين لك هنا ملحوظة ان ممكن لو انت سنك فوق التلاتين سنة ممكن تقدم ولكن هتبقى نسبة قبولك مش قوية يعني. تمام? فدي ملحوظة كتبين هنا الناس اللي ايه? اللي فوق التلاتين سنة. طيب. دلوقتي شفنا الموقع الرسمي. تعالى بقى دلوقتي نروح لكيفية التقديم للفرصة دي. انا هتطلقكم لينك التقديم هنا. هتيجي تضغط على كلمة قدمة الان. عشان يفتح معاك التقديم لهذه الفرصة. طيب ده موقع التقديم. تمام? اه يعني مش معقد ولكن في مقالات هنشوفها بعد شوية لازم تكتبها بشكل كويس. اه هنا مطلوب منك اول حاجة معلوماتك زي اسمك اسم العائلة. الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا ايميلك رقم التليفون. اه تكتب الجندرة بتاعك تاريخ ميلادك الجنسية. تمام? هنا بيسألك عن اه المؤسسة سواء انت بتشتغل او بتدرس تكتب المؤسسة اللي انت بتدرس فيها او المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها. تكتب دلوقتي بتاعك. يعني انت دلوقتي مسلا طالب تكتب طالب. انت دلوقتي شخص مسلا موظف تكتب موظف. يعني على حسب المهنة الحالية او الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي في حياتك. تمام? وهنا بقى ركز معايا في شوية مقالات بقى. دي المقالات اللي انت لازم تكتبها بعناية. يعني مسلا انا بيقولك اكتب ملخص عن نفسك. بايجرافي عن نفسك. تكتب ملخص كده عن نفسك. انا بيكلمك عن ازاي انت ممكن تتفاعل مسلا وتحل القضايا اه اللي مسلا بيواجهها المجتمع. فهتلاقي كل سؤال ليه نبزة معينة. لازم انت تقرأ كل سؤال وتجاوب عليها بشكل ممتاز. لان الاسئلة دي هي اللي هتميز كل طلب عن الاخر. تمام كده? طيب. هنا بقى بيقولك سمعت عن المؤسسة دي ازاي? تقول له مسلا سمعت عليها من السوشيال ميديا اليوتيوب. تكتب الطريقة اللي انت عرفت منها المنحة دي. وهنا بتضغط على الكلمة ياس انك موافق على كل الشروط. وانهم يتواصلوا معاك عن طريق الايميل او التليفون لو انت تقابلت. وهنا خلاص بتضغط اللي انت قرأت كل الشروط وماليت كل حاجة. وبتضغط على كلمة لما بتضغط على كلمة يبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح. تمام كده? يبقى ده بس الابليكيشن اهم حاجة تهتم بيها هي المقالات. طيب اه نعيد تاني سريعا. المنحة دي اخيرها خمسة وعشرين سبتمبر. هتبدأ من تلاتة وعشرين لستة وعشرين ابريل الفين واحد وعشرين. فيها مميزات زي تذاكر الطيران الاقامة الفندقية. اه حضور الغداء الجماعي. توفير خطاب القبول النقل الداخلي. كل ده هيكون بالمجان على حساب المنحة. فلو حابين تقدموا لها يا ريت. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.